هل الحنف وقت الغضب عليه جفارا؟ الغضب ليس درية واحدة قد يملغ الغضب صاحبه مبلغ الإغلاق يغلق عليه باب القصد وباب العلم لا يعلم ما يقول ولا يقصد إلى شيء منه إذا استبد به الغضب وبلغ به هذا المبلغ فهنا لا يحاسب لا على طلاقه ولا على عتاقه ولا على يمينه في الجملة لكن كل الناس يدعون الغضب وليس الغضب دائما مسقطا للكفارة أو معفيا من وقوع الطلاق إنما الغضب الذي يستبد بصاحبه ويبلغ مبلغ الإغلاق ونوصيه بوصية سيدنا سيدي وسيده وسيد الناس جميعا عندما جاءه رجل قال أوصني يا رسول الله قال لا تغضب فكرر مرانا فقال لا تغضب لا تغضب رسول الله